شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في هذه الليلة يدور حول نهاية العالم وبداية العالم الجديد القرآن الكريم يدل على وجود ثلاثة آجال الأجل الأول هو الأجل الذي يتعلق بالأفراد الله تعالى يقول إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَقُولُ فِي آيَةٍ أُخْرَى وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ هذا الأجل الأول تؤكده الواقعية الخارجية لأننا نشاهد في كل يوم موت الأفراد الأجل الثاني هو الأجل الذي يتعلق بالأمم الله تعالى يقول وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ وهذا النوع الثاني يؤكده علماء الحضارات وعلماء التاريخ وَيُشَبِّهُونَ الْأُمَّةِ بِالْفَرْدِ الفَرْد لَهُ وَلَادَةٌ وَطُفُولَةٌ وَشَبَابٌ وَكُهُولَةٌ وَشَيْخُوْخَةٌ وَمَوْتٌ الحضارات أيضاً وَالْأُمَمُ أيضاً لَهَا وَلَادَةٌ في البداية وَمَوْتٌ في النهاية إذن الأجل الأول وهو أجل الأفراد تؤكده الواقعية العينية الخارجية والأجل الثاني تؤكده الملاحظة التاريخية هناك نوع ثالث من الأجل يشير إليه القرآن الكريم وهذا الأجل هو أجل العالم هذا العالم الذي نشاهده ليس أبدياً وإنما يأتي هنالك يوم ينتهي فيه هذا العالم هذا هو الأجل الثالث هذا الأجل إخبار عن حقيقة غيبية لَا تَقَعُ تَحْتَ الْمُلَاحَظَةِ وَالتَّجْرِبَةِ الآيات القرآنية أكدت هذه الحقيقة والروايات الشريفة أكدت هذه الحقيقة ولكن كان هنالك تشكيك هذا التشكيك لم يصدر عن أفراد عاديين ولكن صدر عن مجموعة من كبار المفكرين عموماً من الجيد أن نشير إلى نقطة وهذه النقطة أحياناً الفرد ينطلق من الدين في رؤيته للحياة ورؤيته للأحداث وأحياناً ينطلق من ذاته ويحاول أن يؤول النصوص الدينية وفق ما تمليه عليه تصوراته الناقصة والقاصرة هذا المنح الثاني بشكل عام الإنطلاق من الذات منح خطير والمفروض بالمؤمن أن ينطلق من الدين في رؤيته للكون والحياة أما إذا انطلق من ذاته فربما يؤول جميع النصوص الدينية وفق تصوراته نحن باعتبارنا مؤمنين ينبغي علينا أن نلاحظ ماذا قال الله وماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وماذا قال أهل البيت صلى الله عليه أجمعين ونطوع أفكارنا لما قالوه لا أنه نتخذ تصورات معينة مسبقة ثم بعد ذلك نحاول تطويع النصوص الدينية لهذه التصورات الظنية والاستحسانية هذا الأجل الثالث الذي ذكرته النصوص الشرعية وقع موردا للتشكيك والإنكار هناك بعض المفكرين الكبار يعتقدون وفق تصورات معينة أن هذا العالم لا يمكن أن يكون إلا أبديا وهذا العالم باق إلى النهاية وهناك مجموعة من المفكرين الكبار يعتقدون أن هذه الأجرام العلوية يعني الشمس والقمر والكواكب والسماوات هذه أشياء لا تنطبق عليها معادلات الكون والفساد الكرة الأرضية التي نعيش عليها يطلقون عليها عالم الكون والفساد نحن البشر ننمو ثم بعد ذلك نسير نحو الإنحدار ونعود إلى التراب كما خلقنا من التراب لأن هذا العالم عالم الكون والفساد ولكن العالم العلوي هذا العالم لا يمكن أن يتطرق إليه أي نوع من الفساد بل لهم نظرية يطلق عليها نظرية الخرق والالتيام أن هذه الأفلاك وفق تصوراتهم لا يمكن اختراقها ولكن القرآن الكريم الروايات الشريفة تدل على أن هذا العالم ككل هذا العالم لا بقاء له وَسَوْفَ يَأْتِلْ يَوْمَ الَّذِي يَنْتَهِ فِيهِ مثلاً لاحظوا هذه الآية الكريمة التي تدل على هذا الأجل الثالث الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الروم الآية الثامنة ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى للأفراد هناك أجل وللأمم هناك أجل وللسماوات والأرض وما بينهما هناك أجل أيضاً الآية الأخرى في سورة الرعد الله سبحانه وتعالى يقول وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِ لِأَجَلٍ مُسَمَّا فَهُنَا لِكَ أَجَلٌ مُحَدَّدٍ تَنْتَهِ فِيهَا هَذِهِ الْحَرَكَةِ في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول هُوَا الْأَوَّلُ وَالْآخَرَ وَالْآخَرَ فَهُنَا لِكَ ضَرْفٌ يَنْتَهِ فِيهِ كُلُّ شَيْءٍ وَلَا يَبْقَى هُنَالِكَ إِلَّا اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَفِي ذَلِكَ الْيَوْمِ كَمَا فِي الرِّوَايَاتِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ فَلَا يَبْقَى هُنَالِكَ مَنْ يُجِيبُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ لَأَنَّهُ لَا يُجَدُ هُنَالِكَ مَنْ يُجِيبُ عَلَى هَذَا السُّؤَالِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ الْهَلَاكِ كَمَا يَبْدُو بِمَعْنَا الْفَنَاءِ وَبِمَعْنَا الْبُطْلَانِ إِلَّا وَجْهَهِ يَعْنِي ذَاتَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهُنَالِكَ أيضًا رِوَايَات مَرْوِيَّ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ صلوات الله وسلامه عليهم في هذا المجال نذكر منها بعض الروايات الرواية الأولى عن هشام بن الحكم سئل الإمام الصادق صلوات الله عليه أَيَتَلَاشَ الرُّوْحُ بَعْدَ خُرُوجِهِ عَنْ قَالِبِهِ أَمْ هُوَ بَاقٍ بعد الموت الروح باقية أو تنتهي فَقَالَ الْإِمَامُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَلْ هُوَ بَاقٍ إلى وقت ينفخ في الصور عندما إسرافيل ينفخ في صوره النفخة الأولى لأن هناك نفختين عندما تنفخ النفخة الأولى التي هي نفخة الموت فَعَنْدَ ذَلِكَ تَبْطُلُ الْأَشْيَاءُ وَتَفْنَى الأشياء بعد النفخة الأولى كلها تنتهي وكلها تضمحل في دعاء الصحيفة السجادية الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يقول في ضمن دعاء له هو الأول قبل الإنشاء والإحياء والباقي بعد فناء الأشياء في نهج البلاغة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول في ضمن كلام له وأنه سبحانه الله تعالى يعود بعد فناء الدنيا وَوَحْدَهُ لَا شَيْءَ مَعَهْ كَمَا كَمَا كَانَ قَبْلَ بْتِدَائِهَا كَذَلِكَ الله تعالى لم يكن معه شيء وسوف يأتي وقت طبعا استخدام كلمة الوقت ربما يكون من ضيق الخناق يأتي هناك وقت لا يبقى مع الله تعالى شيء كما كان قبل ابتدائها كذلك عدمت عند ذلك كَالْأَجَالُ وَالْأَوْقَاتِ وَزَالَتِ السِّنُونَ وَالْسَّاعَاتِ فَلَا شَيْءَ إِلَّا الْوَاحِدُ الْقَهَّارِ إلى أن يقول ثُمَّ يُعِيدُهَا بَعْدَ الْفَنَاءَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَيْهَا الله تعالى بعد الفناء يُعِيدُ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا لَا لَأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا وَإِنَّمَا مِنَّةً وَتَفَضُّلًا عَلَيْهَا هذه الحقيقة التي نطقت بها الآيات والروايات العلوم الحديثة توصلت إلى جانب منها لأن قلنا إن هذا الأجل الثالث هو غيب ولا يقع تحت التجربة والملاحظة ولكن العلوم الطبيعية أثبتت جانب من هذه الحقيقة الآن إحدى الحقائق المسلمة في العلم أن هذه الطاقة الموجودة في الكون سوف تفنى في يوم من الأيام القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية يقول هذا القانون إن الطاقة سوف تنعدم في يوم من الأيام وإن هذه الطاقة الموجودة في الكون لا يمكن أن تظل إلى النهاية ويقولون إن الوجود الحراري يتبدل على مرور الأيام إلى عدم حراري وبناء على هذا القانون العلمي توصل العلماء من دون قصد منهم إلى حقيقتين ذكرهما الدين الحقيقة الأولى أن هذا الكون لم يكن أزلية لا يعقل وفق هذا القانون أن يكون هذا الكون أزلية الشمس والقمر وبقية القوى الموجودة في هذا الكون لو كانت أزلية يعني لم يكن لها بداية هذه الشمس حرارتها انتهت منذ أمد بعيد وجود هذه الحرارة دليل على أن هناك نقطة بداية لهذه الشمس هذه الحقيقة الأولى التي توصل إليها العلم وأثبتها بدون قصد منه العلماء في نظرياتهم الأخيرة يقدرون أن عمر هذه الشمس التي نراها حوالي أربعة مليارات عام وشيء فلا يعقل أن تكون هذه الطبيعة طبيعة أزلية الحقيقة الثانية هي الحقيقة التي أشار إليها الدين أيضا أن هذه الطاقة لا تبقى إلى النهاية العلماء أيضا يقدرون الطاقة الموجودة في هذه الشمس بحوالي سبع مليارات أعوام بعد هذه المدة هذه الطاقة تنتهي والشمس تعود وتنحدر إلى مرحلة الصفر المطلع هذه الحقيقة التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله تعالى إذا الشمس كورت التكوير شنو معناته التكوير شيء منبسط تلفونه تلفونه لفا مثل العمامة المنبسطة إذا لففتموها هذه الشمس لها انبساط في هذا الكون بنورها ولكن سوف يأتي يوم هذا الانبساط يسلب من هذا الجرم والشمس تعود لا نور لها إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت هذا الضوء هذا النور الذي نجده في النجوم سوف ينعدم في يوم من الأيام هذه كلمة مختصرة حول نهاية هذا العالم ننتقل إلى الموضوع الثاني وهو بداية العالم الجديد والمعادلات التي تحكم هذا العالم الجديد بعد هذه المرحلة مرحلة الفناء ومرحلة الانعدام ولا نعلم ولا نعلم كم تطول هذه الفترة تبدأ الحياة الجديدة وهي حياة القيامة اسرافيل اسرافيل ينفخ نفخة أخرى في سوره ثم نفخة فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون هذه هي النفخة الثانية هناك رواية مروية عن الإمام الرضا صلوات الله عليه هذه الرواية هذه الرواية تدل على أن هناك معادلات أخرى تحكم هذا العالم الجديد الإمام الرضا صلوات الله عليه كما في تفسير البرهان يقول في حديث إن أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنيا هذا الموطن الأول ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلها الشاهد في هذا المقطع ويوم يبعث حيا فَيَرَى أَحْكَامًا لَمْ يَرَهَا فِي دَارِ الدُّنْيَا هُنَالِكَ مُعَادَلَاتٌ جَدِيدَحْ تَحْكُمُ ذَلِكَ الْعَالَمْ الْعَالَمْ الْجَدِيدَ نحن نشير إلى بعض هذه المعادلات التي تحكم هذا العالم الجديد النقطة الأولى سقوط المعادلات المادية نحن في هذه الحياة عندنا معادلات هذه المعادلات تحكمنا كأفراد وتحكمنا كمجتمعات ولكن جميع هذه المعادلات المادية لا تعود لها قيمة في العالم الجديد الذهب له قيمة في هذا العالم الأمم تقاس قوتها بعوامل منها القوة النقدية الخلفية النقدية الأفراد الأثرياء ينظر إليهم بإكبار وتعظيم في المجتم ولكن في الآخرة جميع هذه المعادلات المادية تسقط عن الاعتبار هناك الثروة ما إلى قيمة الذهب ما إلى قيمة الله تعالى يقول وَأَخْرَجَتْ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا الذهب الفض المعادل المودعف الأرض والتي يتقاتل عليها الأفراد هناك مُخْرَج ولكن لا يلتفت أحد إليها لأنها في هذا اليوم لا توجد لها قيمة المعادلات تبدلت لعله مثلنا في مرة من المرات نظام قائم أعطى القيمة لعملة معينة ورق معين قيمة اعتبارية النظام الجديد يأتي ويسقط جميع هذه الأوراق النقدية عن الاعتبار في ظل النظام القديم يمكن أن تشتري بتلك الأوراق بيت ولكن في ظل النظام الجديد هذه الأوراق لا توجد لها أي قيمة هناك في الآخرة المال ما إلا قيم الشخصية الاجتماعية التي نركض وراءها هذه الاعتبارات الوهمية ما إلا أي قيم الارتباطات الاجتماعية ما إلا هي قيمة الأنساب التي هي مهمة عند أهل هذه الدنيا هذا ابن فلان وهذا من العائلة الفلانية بالذات في بعض المجتمعات في بعض الأعراف هناك بعد ما إلا أي قيمة القيمة الوحيدة هناك للإيمان والعمل الصالح الله تعالى يقول إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافظة رافعة بعض الأفراد كان في هذه الدنيا لهم مقام وإذا بهم ينخفضون وبعض الأفراد ما لهم أي اعتبار في هذه الدنيا يمكن يكون خادم في بيت وإذا به في الآخرة له مقام لا يمكن أن نتخيل العم خافظه الله كان ينقل عن الجد رحمه الله يقول في يوم الأيام كنت أمشي معه فجاء رجل جدا متواضح ولعله عليه ثياب رس بالي يعني من الناحية الاجتماعية أي قيمة مائلة فجاء هذا الرجل وقبل يد الجد بعد ما ذهب ذلك الرجل يقول سمعت والدي يتمتم بكلمات ويا نفسه فرأيته يقول لنفسه أعوذ بالله أن يأتي يوم أتواضع فيه لمن كان يتواضع لي في هذه الدنيا يعني يمكن واحد يكون عنده خادم في بيته وهذا الخادم يتواضع له يخدمه في هذه الدنيا ولكن في الآخرة إذا يتبين أن هذا الخادم ولي من أولياء الله هذا المخدوم يمكن في الآخرة يضطر إلى أن يتواضع لهذا الخادم يضطر إلى أن يركض وراء ويطلب شفاعة في يوم القيامة هذا الفارق الأول من الفوارق بين هذه الدنيا وبين ذلك العالم الجديد الفارق الثاني كثير من الأشياء في هذه الدنيا لها صفة العمومية كثير من الأشياء سواء كانت خيرا أو كانت شر إذا أنت أشعلت مصباح كهربائي هذا النور لا يكون لكم فقط الآخرون يستفيدون من هذا النور إذا واحد أشعل نارا ربما لا يحترق هو بهذه النار فقط وإنما يحرق الآخرين أيضا ولكن في الآخر الأشياء تتصف بصفة الخصوصية المؤمنون يأتون يوم القيامة ولهم نور يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم بأيمانه هذا المؤمن يأتي في ظلمات يوم القيامة بعد نور ماكو الشمس تكوّر نورها ينتهي الإنسان في هذه الظلمات يحتاج إلى نور المؤمن يأتي وهنا لك نور أمامه وهنا لك نور على يمينه بعض العلماء يحتملون أن الذين يكون النور أمامهم هم المقربون والذين يكون النور بأيمانهم أصحاب اليمين بهذا النور يشقون طريقهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى يعني يتحرك نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يشقون طريقهم بهذا النور ولكن هذا النور لا يشبه هذا النور الموجود في عالم الدنيا نور خاص لا يشترك فيه أحد ولذلك الله تعالى يقول يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا كأن المؤمنين والمنافقين يحشرون في مكان واحد في البداية هكذا يبدو من الآية الكريمة الكفار يحشرون في مكان مستقل ولكن المنافقون كانوا مع المؤمنين في هذه الدنيا كانوا يحضرون مساجدهم يصلون معهم عبد الله بن أبي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله ويحضر مع المؤمنين كما كان مع المؤمنين في هذه الدنيا يحشر معهم في الآخرة أيضا في البداية طبعا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا نظرونا نقتبس من نوركم حتى نشوف طريقنا ولكن هذا النور لا يمكن أن يُعطى أن يُعطى لمنافق أو منافق بخلاف هذا النور الموجود في الدنيا إذا واحد عنده مصباح يمشي في الطريق أنتم تشوفون الطريق على ضوء مصباح واحد في الصحراء المظلمة عنده مصباح يدوي هو يشوف الطريق وأنت تشوفون الطريق ولكن هناك لا يرى الطريق بهذا النور إلا المؤمنين والمؤمنات قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا هنا ليس مكان تحصيل النور مكان تحصيل النور وين في هذه الدنيا صلاة الليل نور للمؤمن تكون نورا له في الآخرة لكن وقت تحصيل هذا النور في هذه الدنيا هناك بعد ما يمكن تحصيل قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور ويحدث هناك الفاصل بين المؤمنين والمنافقين وهناك آية أخرى نذكرها بالمناسبة أيضا من أنه هذه الدنيا هي مكان البذر الآخرة ليس مكان البذر الله تعالى يقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود يقال للكفار أسجد ولكن مكان السجود وين في هذه الدنيا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيع ميت مكان يظهر من بعض الأحاديث أن فقار ظهرهم تتصل تصل هنا مكان السجود مهنا كمكان السجود ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون وفي مقطع آخر الله تعالى يقول وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون عندما كانوا في الدنيا كان يقال لهم أسجدوا وكانوا قادرين فلم يسجدوا هنا بعد مكان السجود في الآخر نمثل لكم بمثال لتقريب الفكرة مثال عابر وهذا المثال كيف أن النور يكون خاصا هناك طالبان بدأ معا أحدهما طالب مجد والآخر طالب مهم الطالب المجد سهر الليالي وتعب وتعب إلى أن وصل إلى نهاية الجامعة اكتسب هذه العلوم الضرورية والثاني أحمل فطرت هذا العلم الذي اكتسبه الطالب المجد هل يمكن ضمن وضعنا الحاضر نقله إلى الآخرين لا يمكن هذا العلم خاص به إذا ذاك الطالب الثاني يقول أعطني شيئا من علمك يقول له ارجع إلى ورائك ارجع إلى المراحل الأولى وحصل منها العيل الآخر لها نوع من هذه الحالة هذا هو الفارق الثاني الفارق الثالث هو زوال الحجب وظهور الأفراد بصورهم الواقعية هذا نؤجله إلى بحث قادم بإذن الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب بكل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالو مضاتي تنفقه 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 لد��